نافذة جديدة من فلسطين المحتلة حياكم الله مشاهدي قناة الجزيرة مباشر وتحديدا من قرى بني زيد الشرقية قرية عرورة ومزارع النوباني هذه القرية من أولى أو هذا يعني قرى بني زيد الشرقية من أولى القرى التي شكلت لجنة للطوارئ للتعامل مع فيروس كورونا والحد من انتشاره كانت هناك لجان تعقيم وأيضا كان هناك فرق للتحري القادمين من السفر والعمال في الداخل المحتل وإجراءات كثيرة سنتعرف عليها مع الفرق العاملة اليوم في الموقع جزء منها المجلس الشبابي وأيضا مع البلدية نتحدث مع رئيس البلدية يعطيك العافية يعطيك العافية أولا تخبرني أنت هذه اللجنة ليست جديدة إنما يعني كانت وليدة الظروف التي يعني بدأت فيها بدأ فيها فيروس كورونا بالانتشار في المجتمع الفلسطيني لا شك إحنا استشعرنا الخطر مبكرا وبدأنا بإنشاء لجان حتى نستطيع أسوة بباقي الوطن لأنه يعني إذا حدا بتأخر عمليا هي نكس لكل الوطن فالجميع من واجبه يعني كل واحد من جهته لازم لازم يستشعر الخطر ويعمل بتوجهات الحكومة وتوجهات دائرة الصحة والشرطة ويعني كل الأجهزة طبعا يشتغلت في هذا كلهم في مجاله فإحنا من أول الناس فعلا شكلنا لجان أربع خمس لجان شكلناهن ويعني حتى دليل ذلك أنه إحنا بلشنا في عشرة وصلنا إلى ثلاثين اللجان سوينا خمس لجان لجان توعية صحية فيها أطباء وفيها ممرضين وفيها أصحاب صيدليات لجان توعية كمان سوينا لجان تحري وبحث لأنه استشعرنا رأسا كلنا الخطر داهم من إسرائيل فسوينا يعني العمال الداخل والطبعا الجسور سوينا لجان تتحرى عن هذه أصدر لهم نشرات صحية نشرات تذكيفية كيف يعمل واللي بروح من إسرائيل كيف يعمل عنا لجان إن شاء الله برضو الحالات الإنسانية أيضا يعني سؤال هل هناك أي حالة للحجر الصحي سواء قادمة من الخارج أو من العمال في الداخل المحتلل هل هناك حالات حجر؟ في بني زيد لا والحمد لله لا في حال كانت هناك حالات حجر الجميع يتحدث عن أن ظروف الحجر الصحي في المنازل يعني غير مناسبة خاصة وأن منافع المنزل واحدة المطبخ وغير ذلك سيستخدمها هذا القيد الحجر مع العائلة فهل أعددتم شيء في حال كان هناك يعني حالات مستقبلا؟ صحيح صحيح إحنا استشعرنا هذا الخطر إحنا أكثر من مرة يعني نتباحث في هذا الموضوع عنا فكرة في إنشاء أربع خمس غرف يعني في مركز صحي حكومي ومن باب خلفي طبعا ما بنستعملهنش هاي إحنا اليوم بندهن فيهن يعني حواء ما بنقدرش نصالهن بس إحنا عملية الدهن شغالي ومنافع فيهن مرافق فيهن ومجهزين يعني لا سمح الله إذا ساءت الأحوال لكي تكون حجر للمنطقة كلها يعني ما فيش حجر من مستشفى شفينستر مصعية لهو سنجل حتى كفرديك ما في حجر فإحنا مجهزين حالنا إن شاء الله على أساس يكون يعني لا سمح الله كم يتسع هذا المركز؟ يتسع لأعداد كبير يعني لا أبالغ إذا قلت أنه يتسع لخمسين ستين شخص لأنه في خمس ست ورف خمس أو ست ورف يعني واسعة ومستقلة حماماتها ومدخلها ومخارجها مستقلة ومزودي يعني بالمياه والكهرباء والحمام كل شي جاهز فيه شغال يعني هناك طاقم طبي في القرية هذا المركز الصحي الذي يتم الآن يعني تعقيمه وعنا طاقم هذا فيه طاقم طبي فيه الطباء فيه صيادلي فيه جاهز يعني هذا وعيالة أسنان وطبيب عام والمركز كمان تحت فيه مختبرات وفيه طب عام وفيه كل شي وجاهز صيدليات كمان في حال وجود حالات لقدر الله مستقبلا هناك إمكانية حتى طبيا للتعامل معه نعم نعم صحيح نعم صحيح نحن يعني صابين جهدنا في هذا الجانب أنه حيكون عندنا اكتفاء لأنه إحنا حاسبين حساب أن تنعزل المدن والكرة عن بعضها البعض وتتقطع وصلها فلذلك إحنا عاملين احتياطنا أنه إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين يعني إن شاء الله ما بتوصل الأمور شايفين نتفاعل إنما توصل والحمد لله رب العالمين يعني بثقتنا في شعبنا وفي وعي الصح يعني ووعي لكل شي أنا متأمل أنه إن شاء الله ما نوصل لهذه الدرجة ولكن كل الطوارئ احنا جاهزين لها بأمر الله تعالى هل هناك تعاون من جميع الشرائح المجتمع خاصة أئمة المساجد هل هناك من يخرق هذا القرار بإغلاق المساجد؟ أريد أن أذكر هذا الموضوع لأنه فعلا أئمة المساجد يعني اللي هي في محافظات ثانية سووا شغلات يعني قد يكون مخلة بالنظام وبالتعليمات ولكن أن أئمة المساجد والحمد لله متفهمين أبدوا تفهم أكثر من باقي الناس وهم نفسهم أقنع المصلين أنه هذا يعني عذر شرعي وواجب إغلاق المساجد لأنه بيجينا منها خطر فالحمد لله يعني وكل شرع حتى العمال كل الناس متفهمة هذا جيد يعني هذا أنا في بني زيد متفهمة أصحاب المقاهي أصحاب المصالح يعني ولا مرة صار أنا زي باقي المحلات أنه صاحب مقهى يتمرد أو يكون بديش يسكر أو صاحب انترنت بس الكل يتعاون الحمد لله رب العامين هناك تعاون مجتمعي من كافة الشرائح سواء أصحاب المقاهي أو المحال التجارية وأيضا أئمة المساجد كان لهم دور في هذه القرى بدعوة الناس للالتزام في منازلها وعدم التجمع حتى للصلاة وأن هذا عذور شرعي سنلتقي بلجنة أخرى ضمن اللجان وهي اللجنة التي البحث والتحري يعني حول المصابين حدثنا يعني أنتم لجنة هل تبحثون عن القادم من السفار العمال في الداخل المحتل كيف يمكن ضبط هذا الموضوع؟ السلام عليكم لجنة التحري وجمع المعلومات هي أول شيء من أربع بنوط لجنة التحري عن المرضى واللجنة الصحية جمع معلومات إذا في حد بشعر في أعراض في إشيء على أساس نوصل ونطمنه البندي الثاني اللي هي جمع معلومات عن القادمين من السفار من الخارج في حد قادم من السفار من الخارج هل بتتعاونوا مع جهات رسمية مثل الجسر وغيره؟ في عنا الارتباط المدني في ناس من الارتباط المدني بيقوم التعاون معه مع البلدية ومع الأجهزة الأمنية في تعاون بهذا الصدر والبند الثالث لهو الأهم بند وهي الثغرة واللي نحنا متخوفين منها لهي العمال في الداخل وعمال في المستوطنات عملنا لجنة جمع معلومات بأسماء القوان بأسماء جميع العمال بعملوا في الداخل في المستوطنات ومن الملتزمين اللي نام هناك من اللي روحوا بيجي من كذا وفي عنا برضو عنا ثغرة ثالثة اللي هي اللي حاملين هويات الزرقاء اللي بروحوا بيجوا برضو وصلنا محهم والحمد لله فيه التزام وأي واحد بعود بتم الحجر عليه إلى مدة 14 يوم الملغون تحجر حالك من الحالات في البيت والسلام العام بتم مراقبة أنه فيه التزام بهذا الحجر؟ حاليا فيه التزام وفيه وعي والبند الرابع لهو لجمع معلومات بالنسبة للمناسبات والأفراح القريبة جدا نفهم تعالى كيف جمعنا مين وين فيه مناسبات موجود في الضحيتين على أساس النبلاغهم بعدم الذهاب للصلاة وعملوا بشكل مصغر نعم حتى الأعراس يعني هي منعت صلاة الأفراح وأغلقت والشكل الأخير لهو جمع معلومات بسبب الغلاق وكذا على الحال الإنساني إذا فيه ناس تضرروا طبعا رايحين تضرروا في عائلات بأكملها كاعدة عن العمل على أساس شو بنقدر نساعدهم بالتنصيق مع البلدية ونقوم بمساعدتهم أيضا التكافل الاجتماعي لمن يعملون يعني يأخذون راتبا يوميا إن عملوا يستطيعون أن يأخذوا راتبا وإن لم يعملوا بنجمع معلومات مين اللي بحتاج وإحنا شعب متكافل ومتساعد وإن شاء الله أننا في تعاون من الناس في تعاون الحمد لله في تعاون في تعاون بهذا المجال يعني هي من القرى من أوائل القرى التي يعني كان فيها لجنة للطوارئ وأيضا من أوائل القرى التي جهزت مركزا للحجر الصحي وتجمع معلومات وهناك حالة من التكافل الاجتماعي لمن يعني لا يعملون أو تضررت أيضا مصالحهم ومعيشتهم سنلتقي أيضا بطبيبنا القرى يعطيك السحر أهلا بك عرفنا بنفسه أنا صيدلاني جعفر عبد الرحمن صيدلية شيرين عرورة نعم أنت يعني ضمن اللجنة الصحية في يعني لجنة الطوارئ أنا ضمن اللجنة الصحية في كرة بلندية بنيزيل الشر قبرنا عن طبيعة عملكم أنا صيدلاني في صيدلية عرورة إحنا كايمين بواجبنا هنا في البلد بنا نكون بحملة توعية للناس كدر الإمكان اللهم صلى على سيدنا محمد إحنا عملنا مبادرات في البلد أولها كنا من مبادرين في البلد إنه نوصل الدواء للمريض في بيته بحيث إنه نعمل على تحديد انتشار الفيروس والاختلاط المباشر من الناس وإن شاء الله إنه بنكون لحسن المسؤولية نعم مستقبلا في حال كانت هناك إصابات أو غير ذلك كيف سيكون لكم دور يعني في توعية الناس من جهة وأيضا يعني عدم اضطرارهم للخروج هل ستستمرون في توصيل الأدوية نعم نستمر في توصيل الأدوية للبيت وملتزمين بهذا الشيء حتى انتهاء أزمة الأزمة الموجودة وحالة الطوارئ الموجودة في البلد في استخدام لمواقع التواصل الاجتماعي في عنا على الواتس أب وفي عنا على الفيسبوك وعلى التليفون الأرضي وكانت مبادراتنا من مبارح لليوم من مبارح لليوم والحمد لله رب العالمين الناس بتتصل وإحنا بنكايمين بالواجب نعم نستثق بالجهة الطبية أكثر يعني فيه اتصالات وفيه استفسارات فيه اتصالات وفيه استفسارات عن كل شيء إيش أكثر شيء مخوف في الناس في الموضوع أو بيسألوا عنه الكثير بيسألوا عنه عن كيف الانتشار أكثر شيء يعني وإحنا بنكون بالواجب أن نوعي أنه الانتشار كذا كذا أنه بنشر عن طريق الملامس عن طريق المصافحة تمام المرضى أيضا يعني هم من الناس المناعتهم الأقل وممكن يكونوا يعني حاملين للمرض أو اختلطوا بأحد أنت كسيدلية عندك مخاوف أنه ينقل لك المريض مثلا شيء هل بتوعيه إذا ما كانش ما ياخد احتياطاته؟ طبعا إحنا من خط الدفاع الأول يعني إحنا كل يوم بندخل علينا على الصيدلية وإحنا ما بنعرف أنه هذا الشخص مصاب أو غير مصاب وإحنا من أول الناس اللي ممكن أن ننصاب بهذا الشيء فإحنا ما ياخذين الحيطة والحضر لأنفسنا لابسين لباسنا لابدسين كمماتنا وكايمين بالواجب وبنحاول نوعي الناس أنه خلي في مسافة بينك وبيننا حطينا على الكاونتر الصيدلية لوح زجاجي بحيث أنه ما يصير فيه تلامس مباشر مع المريض وبنوعي لما بيأخذ الظرف الصيدلية مثلا أنه هذا الظرف بس توصل للبيت يتلفو ما تخليه معك مثلا الأدوية يدير بالك أنه حافظ عليها يعني ما تخليها في أماكن مكشوفة على الأسطح شكرا لك هذه اللجنة الصحية وأيضا هذه القرى لديها سيارة إسعاف خاصة يعني تقوم بتعقيمها أيضا هناك اللجنة الإعلامية ناصر خصيبي يعني من اللجنة الإعلامية والمجلس الشبابي النشيط حتى بالأيام العادية لكم نشاطات كثيرة خبرنا عن عملكم في ظل لجنة الطوارئ وفي ظل انتشار فيروس كورونا طبعا بالتزام نحن لحد من فيروس كورونا في المنطقة وأساسا نتعاون مع الصحة الفلسطينية بلدية بنزيد طبعا بدرنا مع البلدية نشكل لجنة الطوارئ هاي اللي ذكروها الإخوان قبل قليل وطبعا شكلنا عدة لجان لجنة التعقيم مثل منتوا شايفين الشباب أيضا لجنة إعلامية لجنة للبحث عن العمال وعن الحالات الخاصة وإلى آخرية الحالات الإنسانية لجنة اجتماعية إن شاء الله ما بصير أي سوء ولكن إذا صار أي أمر إغلاقات وهذه الأمور لنساعد الناس العائلات المستورة أو العائلات المحتاجة بسبب هذا الضيق وأيضا فيه أيضا لجنة الصحية مثل ما كان العم أبو كايس قبل قليل أتحدث عنها أنتم كلجنة إعلامية يعني كيف بتوعوا أو دور التوعية للناس لأن هناك حالة من الجهل حول كيفية انتشاره وخاصة أن أهالي القرى يعني ليسوا محصورين في هذه المنطقة الجغرافية يذهبون إلى مدينة رامالله أو يتنقلون ما بين القرى الأخرى والبعض يعتبر هذه الفترة هي عطلة صيفية يذهب لقضاءها مع الأسر أو العائلات الأخرى طبعا مواجبنا باللجنة العالمية أنه نوعي المواطنين بشكل عام طبعا بالتعاون مع اللجنة الصحية اللي هي دائما بتوفرنا البروشيرات وهي الأمور مرتبة طبعا حسب منظمة الصحة العالمية وحسب منظمة الصحة الفلسطينية كيف يكون المواطنين يوقعون أنفسهم أنه عدم ملامسة الأمور كيف ممكن يكتشفوا الحالي إيش الأعراض وطبعا عدة أمور أنه يلتزموا بعدها من المصافحة يلتزموا في بيوتهم طبعا يتم نشرها على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي من ضمن الأشياء اللي يمكن أخذ يعني كانت مآخذ على البلديات أو المواقع التي عملت لأجل منع انتشار كورونا كان هناك اجتماعات بعداد كبيرة في أماكن ضيقة ويتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كيف تعاملتم مع هذه الاجتماعات أو التي تضطرون لها للتخطيط لهذا الأمر طبعا بالنسبة للاجتماعات تم تشكيل مجموعات على الفيسبوك على المسينجر أو مجموعات على الواتس بتم التواصل بين الأعضاء المجموعة على عضاء اللي جان على هذه الأمور أما إذا اضطر الأمر أن نلتقي في البلدية أو في أي قاعة طبعا قاعة البلدية كبيرة توسع لستين أو أكثر من ستين شخص نلتزم بأن يكون العدد اللي جان أو عداد الأشخاص الذين ستكون لا يتعدد ثمن أشخاص أو عشر أشخاص طبعا يكون فراغ بينهم وطبعا أغلب أمورنا نتعاون على المجموعات الفيسبوك أو الواتس أب ولكن إذا اضطر الأمر بعدد معين ومحدد يتم عن طريق قاعة البلدية كيف بتشوف ردة فعل الناس وتعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على ما تنشرونه هل هناك استهانة بالمرض؟ ويعني ليش ما نزور بعض؟ ليش ما نروح على بعض؟ إنه فيه نكران لهاي أو تنكر للتعليمات اللي بتمنشرها؟ لا صراحة يعني عنا من المواطنين بشكل عام ملتزمين بهذا الأمر متعاونين بشكل عام المواطنين حتى عمال الداخل العمال الذين لا يستطيعون الوصول إلى أعمالهم متعاونين مع هذا الأمر حتى بالإشعاعات إحنا نحاول نوقف الإشعاعات عمال أئمة المساجد يحثون الناس على عدم الذهاب إلى المسجد هذا أمر كبير بالنسبة للمواطنين والمصلين إنه أنا ما أروح على المسجد ولكن عمال المساجد يحاولون دائما أن يواجهون الأمر بطريقة شرعية للمواطنين طبعا إحنا بدورنا أن نحارب الإشعاعات بمنشوراتنا وهذه الأمور من حارب الإشعاعات كانت هناك شائعة كانت هناك إشاعة قبل فترة حول إصابة أحد المواطنين وقلبت المنطقة رأسا على عقب يعني خبرنا عن ما حدث وكيف كانت تبعات هذه الإشاعة وكيف حاربتوها أيضا طبعا هذا الأمر كان بسبب سوء تفاهم خلينا نقدر نحكي أنه سوء فهم عن تشخيص الحالي وإلى آخره ولكن يعني حالة ذهبت للفحص؟ صراحة لا تم تبليغ وزارة الصحة ولكن تأخروا الوزارة الصحة ممكن ما كانوا متأكدين أنه في حالي ما بعرف كيف الأمور صارت ولكن احنا دركنا الموقف إن شاء الله وبعد ذلك إن شاء الله ما راح يصير إشعاعات بالنسبة له الفحص يعني احنا عنا ثارة التسعية في مركز ماسكة الصحي يتابع على مركز ماسكة الصحي طبعا جميع المراكز في بني زاد الشرقية عرورة مزار عنه بين المتعاونين جميع الأطباء متعاونين جميع الممرضين متعاونين مركز ماسكة الصحي ترك على عاتقه هي سيارة الأمبالنس سيارة الإسعاف إنها في خدمة جميع المنطقة وليس بني زاد الشرقية جميع المنطقة في أي وقت وطبعا هي جاهزة مجهزة وأيضا سيتم تجهيزها وعزلها من الداخل طبعا توصيات وزارة الصحة كيف تم عزل السيارة وإن شاء الله راح يتم عزلها واستخدامها لجميع المنطقة حاليا تظهر إصابات في القرى سواء من عائدين من السفر أو من مخالطهم في حال ظهرت هناك يعني حالة في هذه القرى لا قدر الله في قرى بني زاد الشرقية كيف سيتم التعامل لاحقا هل سيتم تجديد الأمور الداخل والخارج من القرى وكل يعني حتى الآن لا يزال هناك يعني يتحركون الناس صراحة كيف سيتم التعامل التجديد لا أعلم هذا أمر الأجهزة الأمنية ولكن نحن بدورنا كلجنة طوارئ نعم كلجنة طوارئ نحن مبلغين أو خلال منشرواتنا أنه جميع المواطنين إذا أي حد حس بأي عراض أي حد خاف من هذا الأمر تواصلوا مع الدكتور خالد خصيب رئيس اللجنة الصحية طبعا وبعد ذلك من خلاله بتواصل مع الطب الوقائي ممكن شخصه الحالي وإلى آخره ولكن نحن طبعا عنا تقريبا لبس جاهز لهذا الأمر ممكن نتعامل معه بصحبة يعني ممكن نقله مثلا عبر إسعاف مش تاكسي مش سيارة وما ينقل العدوى هذا هذا اللي أقول فيه أنه إحنا لبس جاهز الشباب إن شاء الله رح نجهزهم لهذا الأمر الإسعاف مثل ما حكيت لك خلال يومين رح تتجهز عزلها طبعا مشكرين طريق مثل ما حكيت لك مركز مسكوة الصحية أكروا أنه يعني هم مستعدين تكون لجميع المنطقة بدون أي مقابل مثل ما حكيت لك الأطباء في معرورة في مزارع جاهزين جميعهم لهذا الأمر وإحنا إن شاء الله رح نتعامل مع هذا الأمر حسب توصيات اللجنة الصحية نعم شكرا لك يعني مشاهدين كان هذا اللقاء في قرى بني زيد الشرقية وهي من أوائل القرى التي بادرت لتشكيل لجنة للطوارئ وهذه اللجنة البثق عنها عدة لجان كلها تعمل على حد سواء للحد من انتشار المرض وأيضا لمنع الإصابة به خاصة من القادمين من الداخل أو القادمين من السفر يتم التعاون مع الجسر للحصول على قوائم القادمين من هذه المناطق وتم تجهيز أيضا هذا لافت جدا أن تم تجهيز مكان للحجر الصحي حيث أن المنازل ليست مكانا جيدا للحجر الصحي لابد أن يستخدم المصاب مرافق المنزل مع بقية العائلة هنا توجد أيضا سيارة إسعاف يتم عزلها في حال كان هناك إصابات لا قدر الله فإنه سيتم التعامل معها وأطباء يتطوعون هذه الحالة من التطوع في القرى الفلسطينية أو ما عرف أيضا تاريخيا بالعونة الفلسطينية ليست غريبة على المجتمع الفلسطيني هي أيضا للحد من الانتشار من الفيروس كورونا الذي بلغت اليوم الإصابة به 59 إصابة بين الضفة الغربية وقطاع غزة